ايه لشهر اغسطس 2019 بليز تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة مهمة جدا جدا عشان عايزين نوصل القناة دي المئة الف مشترك و بليز كمان تقولوا بتفرجوا علي من فين وانتو بورج ايه واتبعوني على الصعش الميديا بتاعتي على الانستجرام وعلى الفيسبوك النهاردة انا اتكلم عام بورج الدلو الهوائي بورج الدلو عندي شوية نصايح مهمة جدا جدا تخصوك في شهر اغسطس اعملت فيديوز كتير جدا عن قناتي رأسايا بس اقولت برضو اعمل فيديوهات مهمة جدا جدا على القناة دي اول حاجة بورج الدلو حاول تخرج من دائرة الملل تشايف بورج الدلو زهقانين قوي قوي الفترة دي يعني مهما بعملوا حاجات هما بيحبوها حاسين هوا مش مبسوطين مش فرحانين زهقانين ملنين مش طيقين نفسهم عايشين هون طب وبعدين ممكن يكون في وسط الخروجة مع صحابه وقاعد زهقان مداء جماعة مش عارفة عمل ايه عندهم حالة احباط شوية مش عارفة ليه مع انه عندك كل حاجة حلوة بورج الدلو بس انت من النوع المتشائم يعني حواليك كل حاجة الناس كلها تتمنى انها تخصل على ربعها الا ان you're not satisfied انت مش مبسوط خاسس ان انت عايز اكتر حاسس ان انت عايز حاجات كتير قوي قوي معرفش ايه اللي بيرضيك معرفش المرخلة دي انت مش راضي عن اي حاجة في حياتك مش راضي عن اي حاجة بتحصل لك مع الحياة ان الحياة اللي انت عايش فيها ناس كتير قوي بتحقد عليك فيها وناس كتير قوي تتمنى ان هي تعيش فيها حتى في الحب ممكن تكون زهقان اه لو شخص بيحبك هتلاقيك مش عايز تكمل معا زهقان منه مش طايقه عشان هو عارض عليك الحب عندك مشكلة دايما يا بورج الدلو دي دايما ببقى شايفاك مع بورج الدلو ان انت اقوانس ان حد عبر لك عن حب وعبر لك عن اعجابه بتفقد اهتمامك بيه فانا دي نصيح عايز اقولها للاقي حد على فكرة مرتبطة بيحب بورج الدلو ما بينش متحرقش ورقك كله في الحب والمشاعر قدام بورج الدلو لانه هيبعد عنك انتبهوا من هذه القصة الدلو وانس انه هو ضمن حبك وضمن اهتمامك وضمن ان انت مواجه بيه بجد وان انت عايزه في حياتك ساعتها هيبدأ يتهرب منك وهيبدأ يبعد عنك تجمعنا موسى وقفت على ايدي فهمتخطها كده بس فاشلا تفهموا فحاول يا بورج الدلو ان انت تبتعد عن اتبتعد عن الروح دي مش لازم تحبل يعني بورج الدلو الاسف بيحبل بيديله بالجزمة انت تديره بالجزمة وتتنعك عليه يجري وراج زي الالف تقدم له حب تقدم له تدمام تقدم له مشاعر تلاقيه مش عاجبه مش عايز فانتبهوا جدا جدا من هذه النقطة بورج الدلو شايفة عندك في المرحلة دي مشاكل عقلية كتير جدا جدا للصبح شايفك متنمر شايفك اللي هو اسمه ايديه متقفف مش عاجبك حاجة في مشاكل كتيره وشايفة ان انت السبب فيها يا بورج الدلو بتخرج براق قوانين العيلة بتخرج براق قوانين كتير جدا جدا موزعج كده الفترة دي انت بقيت شخص موزعج شوية يا شخص مصدر قلق طيب ايه اكتر حاجة تعباك الفترة دي يا بورج الدلو ان انت زي ما قلت عندك كل حاجة وفي الاخر انت مش مبسوط لان انت مش بتحمد ربنا فانتو محتاجين الفترة دي ان انت تحمدوا ربنا على نعم وتشكروا ربنا كتير وخاصة ان احنا في ايام مباركة يعني حاولوا تحمدوا ربنا وتشكروا ربنا وتحاولوا ان انت تقول الحمد لله على كل حاجة فكروا في النعم قبل ما تفكروا في العيوب عشان ما تكونوش متشأمين يا بورج الدلو شايفة كمان ان انت عندك اصدقاء كتير جدا بتعرف على ناس كتير قوي قوي بس انت عايز اكتر وانت عايز المزيد يعني شايفك طمع قوي الفترة دي يا بورجل بس انا شايفك بتسوشاليز اجتماعي جدا بتعرف على ناس كتيرا بتشوف ناس كتير جديدة في حياتك شايفة ناس كتير قوي دخل حياتك الفترة دي طيب برج الدلو الحب مين هم الأبراج الموجودة حوالين برج الدلو في الحب شايفة أبراج نارية قوية جدا يعني أبراج نارية باينة قوي قوي في القراءات يعني شايفة برج الأسد شايفة برج الحمل شايفة برج قوس شايفة كمان أبراج مائية بكثرة شايفة سرطان شايفة عقرب شايفة حوت بس حوت علاقتك بيه مش حلوة يعني سرطان مع عقرب علاقتك بيه أوضل شايفة علاقتك بعالأبراج الترابية وحشة جدا لفترة دي او بتاكد تكون معدومة يعني تور عزراء جدي علاقتك بيها مش حلوة مع العلم ان انت الجدي فيها علاقة صداقة هدنة كده من بينك وبيده عزراء علاقتك بيه سيئة جدا تور ups and downs علاقتك بالابراج الهوائي لزاك مش موجودة يعني ما اعتقدش ان فيه ابراج هوائي موجودة في محيطك في حد عرض عليك الحب من فترة من برج مائي اعتقد ان هو الشخص ده ممكن يكون اتعرض عليك الحب يا برج الدلم من شخص مائي اعتقد ان هو ممكن يكون برج السرطان وانت رفضت الحب ده بعدين شخص ده بدأ عندك ففجأة بقيت بقى خلاص هتتجنن انت اقترفضت مرتين من برج مائي اعتقد ان انت كمان اترفضت من برج العقرب يعني وفي حد من برج العقرب انت عرضت عليك الحب وهو he didn't accept الابراج اللي طاقتها موجودة حواليك يعني موجبين بيك ممكن يكون عندك ابراج زي برج الحمل برج الحمل فترة دي فيه علاقة قوي جدا ما بينك وما بين برج الدلو شايفة لو انت كنت مرتبط قريدي برج ناري فيه اخناقات كتير ما بينكو فيه شد وجذب فيه عدم تصالح كده مش عارف علاقتك بالابراج برج الحمل لو انت قريدي مرتبط بيهم هتبقى فيها توطر في المرحلة دي بس بعد كده هترجع تصبط تاني شايفك بتهتمي بنفسك في المرحلة دي يا برج الدلو بتنمي مهاراتك بتعلم حاجات جديدة شايفة عندك قدرة على بس انت اكثر استفزاز الناس كتير او بتهتمك بتهتمك بالاستفزاز الفترة دي وشايفك للأسف ممكن تكون اناني اكتر معين برج الدلو مش اناني بس انت فترة دي بتفكر بانانية شوية حاول انت ترجع لطبعتك يا برج الدلو عشان ما تزعلش نايس منك علاقتك مع الابراج الترابية شايفة ان انت كممكن يكون فيه مع حد من برج التور بس بعدت عنه بس انا شايفة الابراج الموجودة حواليك دلوقتي ابراج مائية وابراج نارية نصيح تريكو يا برج الدلو حاولوا تخرج من جو التشاؤم من جو الاحباط عدم الرضا حاولوا تشكروا ربنا وحاولوا تشوفوا النعم اللي عندكو وتقرنوش نفسكو بحد التاني حاول ان انت تبطل مصاريف يا برج الدلو شايف ان انتو مبذرين جدا جدا لفترة دي تشتروا حاجات كثيرة قوي قوي عندك امنية في العمل انت شغال عليها جو اون يا برج الدلو هتعمل نتاج كويسة جدا جدا بس محتاج ان انت تصبر وتكمل شغل على نفسك بشكركم يا ربي الفيديو وكون عجبكم وانتنسوش تعملوا لايك وتشاركو في القناة وتابعوني على سوش الميديا وتقولولي